تقدمت مصر بخالص التعازي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعبا في ضحايا الحادث الذي تعرضت له شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة ودعت مصر أن يتغمض الله ضحايا الحادث الأليم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين كان الجيش الأردني قد أعلن مقتل عسكريين في حادث لسلاث شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة